اتحاد الكرة اعلن استناف بطولة كأس مصر العام الماضي 2021 وحدد مباريات الزمالك والاهلي فيه بطولة الكأس العام الماضي والحالي كأس مصر الموسم الماضي الزمالك هيواجه اسوان يوم الاثنين 23 مايو الساعة 9 مساء على استاد مكولون العرب والنادي الاهلي هيواجه بيرامدز يوم الحد 26 يونيو الساعة 9 ونص مساء على استاد الكاهرة كأس مصر بقى الموسم الحالي متلقبطوش يا جمع احنا ده العادي يعني دي الاجواء بتاعتنا الطبعية الاهلي هيواجه المصري ده ده الموسم الحالي بقى الاهلي والمصري بالسلوم يوم الحد 12 يونيو الساعة 9 مساء على استاد الاهلي والسلام والمصري هيواجه المنصورة يوم الحد 12 يونيو الساعة 6 ونص على استاد الجيش برج العرب والزمالك هيواجه الداخلية يوم الاثنين 13 يونيو الساعة 8 مساء على استاد الكاهرة لغبطة لغبطة بنتشوف العجب موسم ماضي على موسم حالي تلاقي نفسك بتلعب مباراة في الموسم الماضي بقى تلعب مباراة في الموسم الحالي على مباراة في الموسم الماضي فتبدأ تفاهم؟ تقول تسأل الناس هل المطش ده فأني واحدة فيهم تقول تلغبط يعني ربنا يعفينا من اللغبط ديت والأمور تبقى تستقر أحسن في الفترة اللي جاية يعني ربط الأندي عاملة شغل محترم جدا وعملة مجهود كبير جدا إن شاء الله الأمور تبقى أحسن أمكلمكم طبعا على مباراة الدولة عشان مباراة كاسم مصر ما زالت مع الاتحاد المصري لكرة القدم